عرض عمر جمال على الدكتور رحمد عبدالعزيز يوم الثلاثة اللي جاي اللي هو النهاردة يعني مفروض طبعا حالته النفسية سيئة بس عايز اقوله ان الاصابات وارضة يا عمر يعني ما فيش مشاكل زي ما قلنا قدر الله هو مشاكل فعل عادي يعني الاصابات عادية وده قضاء ربنا وبرضه بيقوله ان عمر جمال هيبدأوا يعملوا تأشيرة السفر لألمانيا عشان يعمل عملية الرباط الصليبي انا اعمل اتنين صليبي هنا عمر في مصر مع دكتور رحمد عبدالعزيز مميز جدا يعني من افضل الدكاترة في العالم اللي هو بيعمل عملية الرباط الصليبي